في عندك سفر للناس اللي كانوا زي ما قلنا ممكن يكون نفس الكرت اللي قلنا عنه الطاقة تبعتك طلعت انه انتظار بعدين الحصول على ممكن تكون عم تمتظر اليك فترة طويلة بسفر ولكن في هاي الفترة عم بتسافر في هاي الفترة عم بشوف الطاقات قبل ما انسى عم بتكون هوائية ترابية بامتياز مائية اكثر شي عم بشوفك في شخص في شخص ممكن تكون طاقته مائية او هوائية هذا الشخص رح يقدم لك عرض وانت تكون رح تكون في خيرة ما بينه وما بين امر تاني هذا الشخص انا شايفه انه اكتر عاطفي الموضوع من ما هو ميهنية او كذا هذا الشخص عن جد عم بيقدم لك من قلبه وعن جد هو انسان بيستحق انه ينعطاه فرصة فمستغر بليش انت عم بتصد او عم بتقارن او عم بتحاول تختار هذا هذا شخص بيمبين بالاوراق اه رجع تكرر عنا هون يعني مصر على طلبه مصر على اه خلينا نقول على ممكن يكون على فكرة كمان ثرابي اه مصر على طلبه رح يصر كتير اه شايف العلاقة مستمرة مع هذا اه الشخص مع انك رح يتفكر كتير اه لانه يمكن شخص شوي اه الظاهر مش يمبين اه زي الباط الظاهر مش زي الباطن اه ما بيعرف يعبر عن مشاعره يمكن انت فهمته غلط اه هذا الشخص رح يرجع باكتر من عرض باكتر من اكتر من مرة اه لما احكي عن العاطفة دائما يعني احيانا ممكن يكون عكسية الموضوع القراءة اه عم بشوفك اه في العمل منهك عم وكأنك عم تنسى العاطفة بالعمل عم تحاول تشتغل اه كتير كتير لحتى انه يعني يدوبك تقدر اه تغطي اه امور لكن شايف عندك بعدين رح تصير وفرة مالية في النصف التاني وخاصة اخر الشهر رح يكون في وفرة اه مالية من بعد اه اللي هو يمكن تضطر انه بتاخده فلوس من حدا تضطر انه اه يعني في في بداية الشهر شوي اه نقص في المادة اه ولكن في نهاية الشهر عم بشوف العكس شوي عم تتبدل الاوضاع يا جدي عم بشوفك عم اه بتحط حدود عم تنهي علاقتك بمجتمع باكمله يعني باشخاص كتير عم تشمل الموضوع يعني مش بس شخص واحد عم تنهي علاقتك باشخاص كتير ويعني خلص اللي هو ما في فرصة تانية اه فعم بشوفك كتير صارم هاي الفترة اه بس اللي هي الصرامة اللي في محلها يعني الجدية والحكمة اللي فعلا يعني في محلها وفي وقتها وفي مكانها الصحيح من بعد ما صبرت على هدول الاشخاص في حياتك من بعد ما صبرت على الازى اه منهم وخاصة في العمل انا عم بشوف العمل اكتر شي اه في عندك عيون عليك في اه شخص اما ممكن يكون ترابي زيك او هوائي هذا الشخص كتير عم بي عم بيحاول انه اما يشوه السمعة او انه يعملك شي بس اه ما قادر ولا رح يقدر لانه في انتصار عليه انت عم بتهمشه بطريقة فضيعة وهذا الاشيو عم يحرق دمه اه اكتر واكتر هذا الشخص كمان ممكن يكون اه عاطفيا يعني عم بيحاول انه يجاكر فيك او كزا ولكن انت اه عم بتهمش الموضوع عم بتقلل من شأنه اه ولكن انت جواتك في مشاعر كبيرة وهو جواته في مشاعر اه كبيرة شايف فيه ممكن تكون عندك فيه الام ارهاق من اه كتر العمل من كتر الحركة من كتر التفكير ممكن اه شايفة شوية ارهاق عندك اه تعب يمكن تتعب بس لا يوم واحد او لا فترة اصيرة كتير اه بعدين تسترجع قوتك وحيويتك زي ما بنعرفك الجدي نشيط جدا جدا ما شاء الله بطريقة حلوة لنا نشوف بشكل عام عن العاطفة بشكل عام عم بشوف اه علاقة ثلاثية مسيطرة بيه ولكن اه عم تتهمش من الطرفين منك ومن الشريك اه شايفة فيه بعد عن العلاقة الثالثة اه ولكن رح تكون هي يعني بارزة اكتر اشي في في النصف الاخر او في النصف التاني من اه اكتوبر بالنسبة للمتزوجين اه ممكن يكون في خلينا نقول مشكلة شوية عابرة شوية في شوية شك شوية غيرة اه ولكن هذا الموضوع شوي رح يتصعد يمكن من طرفك او من الطرف الاخر اه ولكن بعديها رح تروء الامور يعني مش هالمشكلة الكبيرة لكن انا بتوقع المشكلة لها علاقة فيه علاقة ثلاثية انت فيه قرار معلقه او الطرف التاني معلقه اه ما شايفة الامور عم تصفى مية بالمية بهذا الشهر يمكن شهر اللي بعده ان شاء الله يكون احسن بس اه شايفة شوي في اه امور معلقة في انتظار في اه بالنسبة للعاطفة اه بالمستقبل ممكن يكون جدا فيه عائلة مع الشخص اللي بتحبه اه ولكن في هذا الشهر انا عم بحكي عم بتكون فيه علاقة ثلاثية اه شوي عم بتخرب المواضيع والامور اه مع انك انت في كامل قوتك عم بتحاول انه اه اه توقف هذا الموضوع او بتنسحب منه اه ولكن في النهاية انت بتحب الطرف التاني والطرف التاني عم بحبك عم بشوف فيه حب صافي بناتكم اه مع وجود اشخاص اه كتير حساد او اشخاص اه عوائق ممكن تكون هاي في العلاقة اه ولكن الحب موجود هذا اهم شي يعني موجود بشكل فضيع عشان هيك فيه فيه تعليق اه للامور اوليت اه نفس الشي العلاقة الثالثة رجعت اه بينات اه اذا فيه اصفة لبرج الجدي يعني انه قراءة مش كتير ايجابية طلعت اه ولكن الحلو في الموضوع انه اه مستقبلا اه رح يكون فيه بوادر خير رح يكون فيه خير على اله بالمادة على فكرة وبالعاطفة مع انه ورق عاطفي اه فيه ممكن يكون اه اشخاص معجبين فيك ولكن انت ما عم تعطي اه فرص هذا الشهر بشوفك عم تعطي فرص اه كتير انت يا برج الجدي اما من مرة ما تعطي فرص او عم تعطي فرص كتير فعم بشوفك عم تعطي ناس كتير اه اهمية وهم ما يعني ما جديين ما كتير عم بيكونوا جديين في الموضوع احذر بس من الاشخاص الاجداد في حياتك او اللي بدك تدخلهم يعني حتى لو كنت تعرفهم تدخل معهم في علاقة اذا كانوا هم هوائيين او اه حتى ناريين اه شوي نحذر من هذا الموضوع اه في ادكشن رجع بين عندي ادمان معين على شي معين اه عم بتحاول انك اه تتركه ولكن يعني هذا الشهر كمان معلق هذا الموضوع هذا بشكل عام نرجع نعمل كراءات تفصيلية طبعا بس اه عم نعمل بشكل اه مختصر لحتى ما نطول عليكم اه خلينا نشوف التحزير هاي الفترة لبرج الجدي شو عم بيكون او نفس الكارت اللي طلع مش عارفه لا اي برج اه برضه توقيع على عقد في عندك عقد زواج ان شاء الله ما يكون طلاء يا رب اه لانه شايفة فيه قلب حب فيه حب الموضوع فيه يعني هذا الموضوع خير مش شرف فهو توقيع على اوراق اما تكون سفر او زواج او عمل ففيه توقيع عقد بس بيقولك احذر انه ادرس الموضوع منيح قبل ما تاخد اه القرار كمان ممكن يكون عندك مساءلات قانونية شغلات لازم تسكرها او شغلات طارئة قانونية ممكن تطلع لك ايك اه فتكون حزر شوية برج الجدي شوف مسج من الحبيب او كلمة بحكي لك اي نيد تايم تو هيل بده بده فترة عشان يستشي ما هو عرف شو انت عامله اه ممكن تكون عكسيه القراءة طبعا لانه عاطفية بس اه وكأنه انت عامله شي او اه عم بقولك انا بس بحاجة فترة لحتى استشفي لحتى انسى اللي صار لحتى اه يعمل هيلينج فبس بقولك انه هاي فيها كمان انه انتظار انه انتظرني او شي اه لانه لولا هيك ما ما يعني ما بعت لك هاي المسج او ما بيقولك هاي المسج خلينا نشوف اوراكل اه برج الجدي في مين هاي ممكن تكون تحذير يعني مصيحة في مين عم بيبني لك قصور في الهوى او بيت في الهوى او اوهام بيقولك يعني احذر من هاي المواضيع في مين عم هذا الشهر عم يعيشك باوهام او عم بيكذب عليك عم بشوفه عاطفي هذا الموضوع بقولك احذر من هذا الموضوع عبايب برج الجدي بشوفكم بالفيديو الجاي